أهلا بكم في قناة مساء الأخبار الفيديو النهاردة هنتكلم عن تحقق لتوقعات ميشيل حيك في أحداث اللي بتحصل حاليا في أمريكا كلنا بنتكلم والعالم كله بتكلم عن الأحداث اللي حصلة لكن قبل ما نبدأ ونحلل المواضيع مع بعض يا ريت لو أنتو لسا جديد تشتركوا في القناة تفعلوا جرس التنبيهات واتبعونا في اللي بنزله دايما على القناة وتعملوا شيروا لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس ميشيل حيك الحقيقة أبهرنا بتوقعاته وكانت أول توقعاته لأمريكا وحصلت يوم الأربع تمانية ستة يناير الخضة الكبرى ستكون في واشنطن أحداثها ظاهرة للعلن وأسبابها عديدة متشابكة ببعضها وده اللي حصل فيها كتخضة كبرى للعالم كله مش لأمريكا أول مرة نسمع عن أن الرئيس هيسلم لرئيس تاني وتحصل مشاكل في البلد بالمنظر ده ومش راضيين بالرئيس الجديد وحصل أن فيه واحد مات ظابط مات ساعة الأحداث دي زائد أن بسبب التجمهورات والناس اللي كانت كتيرة في الوقت ده ارتفع أعداد الوفيات في أمريكا الأربع تلاف وفاة بسبب فيروس كورونا بسبب التجمهور واللي حصل فالحقيقة كان مشهد مؤلم جدا وقاصي حصل في أمريكا ومن توقعات ميشيل حقيق اللي لقناها أيضا في داخل دولة اللات المتحدة الأمريكية أن أرى إشارات مبهمة ده شيء يشبه الشقم واللعنة والنحس على الرئيس بايدن ونائبته والكلام ده فعلا حقيقي لأن فعلا زي ما أنتوا شايفين الراجل لسه هيمسك البلد فهيمسكها بالمشاكل والقرف وفيه يعني يعتبر كني لعنة لسه هيمسك البلد في 20 يناير اللي جاي ده وحصل اللي حصل والبلد مقلوبة وفيه مشاكل وفيه تطبيق تم إلغاؤه على فكرة فيه تطبيق اسمه بارلر اللي الناس اللي عارفاه موجود في آيفون وموجود على جوجل بلاي اتلغى لأن الناس اللي هما كانوا متابعين لترامب كانوا بيتفقوا مع بعض ينزلوا إمتى ويعملوا إيه وأعمال العنف ويعني يقول لك منزلين حاجات عنيفة جدا ونويين على حاجات سودة ففعلا الراجل هيمسك البلد على مشاكل رهيبة ودلوقتي بيدرسوا فيه ناس كتير جدا بتدرس إقالة ترامب وعزله عن طريق توقع ميشيل حاك قال إعصار سياسي يكتاح أمريكا السياسيين في إعصار سياسي في مجموعة من الناس بتمضي مع بعض على أنهم يبعثوا مذكرة لوزير الخارجية الأمريكي بومبيو على أساس أنهم يعزلوا ترامب مش راضين بوجوده وفيه ناس تانية بتقول أن لو حصل كده هتحصل مشاكل كبيرة لداخل دولة أمريكا منهم نائب الرئيس الأمريكي نائب ترامب نفسه اللي هو بنز اللي دلوقتي ما بيكلمش ترامب وترامب ما بيكلموش وفيه بينهم مشاكل كبيرة وبيقول يعني استخدموا فعلا عندهم أصلا تعديل في الدستور رقم 25 إنه ممكن عن طريقه يعزلوا دونالد ترامب من الرئيس بس بيقول لكم خلوا الاختيار ده للآخر خالص لأن استخدموه لو فعلا أصبح أقل توازنا عقليا لو مجنون استخدموه بقى لو الجنن لأن فعلا أفعاله الحالية مجنونة والدليل على كده يا جماعة إنه هما وقفوا حسابه في تويتر ما قدرش يكتب أي حاجة لأن بسبب الكلام اللي بيكتبوا على تويتر الناس كلها بدأت إنها تنزل وحصل اللي حصل عمال ينزل في كلام ويقول في كلام وخطبات بسبب الحاجات دي الناس نزلت كلها وعملوا المشاكل اللي احنا شايفينها دي فالدنيا مقلوبة في أمريكا وفيه إعصار سياسي وفيه خصوصا واحدة كلنا عارفنا إنها بتكره ترامب كره العمى اسمها نانسي بيلوسي نانسي بيلوسي دي هي رئيسة مجلس النواب الأمريكي وبينها وبين ترامب من زمن الزمن مشاكل كبيرة جدا وبتدرس إنها لازم يعزلوه وكمان بتقول إن وزير الدفاع الأمريكي من المفروض إن ياخد الأرقام بتاعة الأسلحة النووية من ترامب لأنه ممكن خايفة إن ترامب يكون مجنون في آخر يوم ولا قبل أو في الأيام دي يعمل حاجة مثلا يشغل صاروخ نووي أو يوقع أمريكا في مشاكل عساس ما أنا هتربقها طالما أنا مش فيها هتربقها فمشكلة كبيرة جدا وحصل استطلاع رأي فعلا وغلبية الأمريكيين بيرغبوا في عزل ترامب على الفور ذكر استطلاع لرويترز إبسوس إن 57% من الأمريكيين يرغبون في عزل الرئيس دونالد ترامب على الفور بعدما شجع على احتجاج يوم الأربع في تطور الأعمال شغب دموية داخل مبنى الكونجرس معزلة وأوضح المسح الذي أجريا يومي الخميس والجمع إن عدد من صواته الصالح الرئيس الجمهوري في الانتخابات الرئاسية اللي جرت في الثالث من نوفمبر أبدو معارضتهم لمؤيدي الرئيس المتشددين لأقتحموا الكونجرس خلال إنعاقات جلسة التصديق على نتائج الانتخابات اللي اخسرها أمام الديمقراطي جو بايدن وقال 70% من اللي شاركوا في الاستطلاع إنهم مش متفقين على تصرفات ترامب واللي حصل وطبعا في الفترة اللي سبقت اقتحم الكونجرس يوم الأربع وإن ترامب حس الألاف من مؤيديه خلال التجمع على الزحف إلى الكونجرس ورقت أعمال فوضى اللي شهدت وفاة شرطي وأربع آخرين انتقاضات من الديمقراطيين والجمهوريين على السواء يعني حتى ترامب بدأ يخسر من الناس اللي كانوا معاه وانتخابوه لكن للأسف فيه متشددين كتار جدا تبع ترامب وعشان كده نائب الرئيس الأمريكي بنس هو أصلا مش عايز ترامب بس بيقول إياكوا تعزلوه لإن لو حصل كده هيبقى ضحية قدام الناس وهتحصل مشاكل لرب السماء وساعتها الوحيد اللي هياخد العواقب دي جو بايدن عشان كده مشال حيث بيقول برضو حاجة مهمة جدا على طريقة بيخسر وبيربح في نفس ذات الوقت ترامب كمان بيسلم وما بيسلم في نفس ذات الوقت ترامب بيسلم وما بيسلم في نفس ذات الوقت وده فعلا حصل بعد ما قال ترامب أنه مش هيحضر حفل تنصيب جو بايدن يعني مش هيكون موجود في تنصيب جو بايدن والخبر بيقول في الـ CNN الأمريكية أنه وصف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن عدم حضور دونالد ترامب حفل تنصيبه في 20 يناير الجاري بأنه أمر جيد يعني يا ريته ما يجيش أحسن يعني فأول رد فعلي ليه على إعلان ترامب وقال بايدن خلال رده على أسئلة الصحفيين أن عدم حضور ترامب يعد أحد الأشياء القليلة اللي بنتفق عليها أنا وهو على الإطلاق إنه لأمر جيد قال لا يحضر في حين رفض بايدن الإفساح عما إذا كان يدع عما ساعد عزل ترامب من رحيله عن المنصب لكن ما قالش حاجة نكون يتشال ولا لا ورأى بايدن إن الكونجرس هو من بيده أن يقرر ما يتعلق بمسألة ترامب يعني ما ليش دعوة هو كونجرس هو اللي يحكمه بينما قال الرئيس المنتخب إنه اعتقدت الفترة طويلة إنه ترامب لم يكن لائقا لتولي المنصب ولهذا ترشح ده بيهزأوا علان يعني وفوقت سابق الجمعة أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لن يحضر حفل تنصيب بايدن بعد يوم من مصادقة الكونجرس على فوزه بالانتخابات وكتب ترامب في حسابه عبر تويتر قبل غلقه إلى جميع الذين طلبوا ذلك لن أحضر حفل التنصيب في 20 ينار وده معناه رسالة واضحة وصريحة إنه رفض الانتخابات ورفض الموضوع وده رسالة للمتشددين اللي معاه إنه هم يعملوا اللي عايزين وقال مصدر مقرب من مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه بيخطط لحضور حفل التنصيب أو مالوش دعوه بترامب خالص في 20 ينار الجاري ويوم الأربع اقتحم مؤيدون لترامب مبنى الكونجرس لدى تواجد نائبه وأفراد من أسرته دخلوا المشاركة في التصديق على نتاج الانتخابات الرئاسية الأمريكية وصيرا عصفها واسعة من الانتقاضات ضد وقاعة وصفها بايدن بأنه واحد من أحلك الأيام في تاريخ أمريكا وبسبب أحداث اقتحم الكونجرس يعتزم الديمقراطيين تقفضوا بمواد مسألة لترامب في الاتنين اللي جاي وساعتها لو الاتنين اللي جاي ده هيبقى تاريخ مهم جدا إنه لو حصل فعلا مسألة لترامب ومشوا في الإجراءات ساعتها هيبتدوا يعزلوا فالموضوع ماشي بطريقة مخيفة وبيليوسي زي ما أنا قلت اللي هي رئيسة مجلس النواب بتبحث مع رئيس حقيقة الأركان الأمريكية منع ترامب من الوصول للشفرات النووية لأنها حاسة أن ترامب مجنون وممكن يعمل حاجة فالموضوع قالب مشاكل كبيرة جدا وفعلا وبرضو من دمن كلام ميشيل حيك أحداث غير مسبوكة في أمريكا بيولاها طابور خامس بيحاولوا يحملوها للرئيس ترامب يعني غير للناس المتشددة اللي هي ماشية مع ترامب وتعمل مشاكل فيه ناس تانية بقى طابور خامس يعني ناس ماشية بقراء زي نقول ايه متأمرين متأمرين بيحبوا أمريكا ناس مشغلاهم من دول أخرى ضد أمريكا أو ضد سلسة أمريكا هتدخلوهم في النص مع الناس دول ويولعوا الدنيا ويحملوا الموضوع للرئيس ترامب فكل الناس بتتمنى أن الموضوع يمشي على خير لغاية يوم 20 يناير وساعتها بايدن هو اللي يمسك الرئاسة بس فيه ناس كتير بتقول حتى لو مسك الرئاسة برضو مفيش فايدة فيه مشاكل ممكن تحصل أيضا ودي توقعات مشال حيك اللي بتحصل يا جماعة بطريقة غريبة جدا في أمريكا شكرا وأتمنى الخير لكل الناس واتمنى أن ما يحصلش أي مشكلة حتى في أمريكا نفسها اللي هي أصلا مطلعة عنا وعين العرب لكن الواحد بيتمنى السلام لكل الناس شكرا واستنوا في فيديو جديد وخبر جديد على قناة مساء الأخبار شكرا